كتعان ليم تسبوغات الأسنان من الجير من الكالكير من الريحة الخانزة في الفييم ديالك او لف الفييم ديال ولداتك اليوم ما جيت وجبت الجديد وجبت لك أحسن وصفة لطبييد الأسنان علاج تسبوغات الأسنان علاج السفيرة الأسنان الكالكير الجير الريحة الغير مستحبة تنفيقوه في الصباح تزدات عطل في الفم ديالنا تنجمعو او تنتحددو او تمشو العمل تمشو المدارس تلقوه في منخة نزفة اليوم جبت لكم أحسن وصفة بالقهوة هيا يا البنات اليوم غندي لكم الوصفة ديال القهوة لطبييد الأسنان اللي كنتم صبر كل اكتار طلبتوها مني لان وراء كنت قلتها لكم البنات قلت لكم أننا تنبيه الأسنان ديالي بالقهوة في واحد الفيديو وعجبتكم الفكرة وقلتوا لي باقتاجيها معانا اليوم نجيس باش نباقتاجيها معاكم في الأخير تلافيديو هنعطيكم بامبوش كي واسا نقولو هدية من عندي لكم لانو بزا منكم تبارك الله عجبوكم لي بامبوش اللي كنباقتاجي معاكم بسا ومعشان فحتى اليوم هنجيكم بامبوش زوين غزال كي يحمق والله القسم لبنات اقتصادي ورخيص ومتمنع جبائية وحدة وتنوضي تحييدي العقز وتجربي لانو البنات يبقى فينا العقز لما كان نجربوا اتشي حاجة فالله يعطيكم صحيح تكم نوضي وحيدوا العقز وتجربوا لي هاد البامبوش هذا اللي سهل في تحضير ديالو بغيه بغيه تواد صوبة ان شاء الله نعطيه لكم في الخطلة فيديو لما تبقى كل ساعة تشري غاسول لانو سباك الله هالغاسول لها ترى انواع كين ديال 30 درهم كين ديال 50 درهم كين ديال 100 درهم كين ديال 300 درهم كلها غاسول والماركة او الكاليتة ديالو فاحنا بغينا شي حاجة اقتصادية بغينا شي حاجة نتقادلين ونلقوا حدانة موجودة مش يتقادلين ونلقوا حدانة فانتمنى هذا الفيديو كونخفيف ترفع لقلبكم واهم حاجة هو تجربة لانو لما كانت تجربة رمكينة تشي حاجة وترضو علينا في كومنتر وعلى برك بركة الله الليبنات غان نتعرفوا الا المكونات ديال الوصفة طريقة ديال التحضير والطريقة ديال استخدام المهم الليبنات اول حاجة غادي نحتاجوها اولا كل شي بعدا نقول لكم واحد مرحبا والف مليون مرحبة لكن اول مرة تكتشفوه لاشان ما تنسوش تشاركو فيها تفعلو زال الجرس وتفجرو هاد الفيديو باللايكات خليونا ديكامان تغزويني في حالكم ويا الله ومعنا على بركة الله كيما قلنا لبنات اول حاجة غادي نحتاجوها هي القهوة سريعة الدوابان اول القهو حبيبتها عندي هنا يا لبنات ناس كافي او لا مثلا اصطا ولا اي ماركة بريتي شوف انتي اشنو بريتي المهم هنا يا نادي ناخد انا هاد نوعية ديال القهوة وهي ناس كافي وغا تحتاج معي ان شاء الله التاني مكونا اللي ديما ديما الليبنات كنشاركو معاكم كونجوليكم زوين ولي هو هاد هاد نجمة الارض او ما يسمى بليانسون انا بعدا نوضي عليكم باش تعرفوا اشنوكين غادي نوضيكم الليانسون هاد هو البنات هما نجمة الارض هكذا كتجي نمت هما هما يعرف بليانسون انا هاد شي اللي كان عارفها البنات في المغرب فهي نجمة كتجيب هاد شكل هذا اه في دول اخرى اليك توك تعرفوها باسماء اخرى خليوها لنا في تعليقات المهم من نجمة الارض هذا هو الشكل دياله باش تبقوا عقلين عليها بنسبة للبنات اللي غادي بغي ومشي ياخدوها ها هي بالنسبة للنجمة الارض كتحنيها مزيين يعني تكون باودر ناعمة تكون طحونة على حق وطريقة عاد من بعد ان شاء الله تستخدميها المهم كي ما قلنا القهوة نجمة الارض غادي تحتاج معي كدلك قبيصة ديال الملح بنيس بالملح كعقمل فمن ناس اللي كتبولي يشمل نوعية الملح كديري فانا لبنات كان دير ملأ الكمية الملح العادي يعني الملح ديال الطعام يعني ليس بملح البحر الميت او اي نوعية واحدة اخرى هذا ملح عادي المئة بالمئة المئة المهمة نحتاجوا كي مقنق بيسة ديال الملحة سنحتاجوا نجمة الارض سنحتاجوا القهوة سريعة الدوبان او لا ما يعرف بالقهوة حبيبات يعني هاد ثلاثة ديال المكونات وغادي نزيدهم ان شاء الله مكوين اخر واللي هو معجون ديال الاسنان اختاري المركة اللي بريتي انا البناس عندي هادا بل انتي عاش النعناع هادا زوين كي جيل لون دياله خضر هادو البناترا الخاص تماندي روم يعني مناسب وعندي هادا هذه المركة هادي ديال 3 دونت من نفس المارك عندي فيها الفاخر والقرونفل كي جيل لون دياله اسود يعني كي جيل لون دياله كحل حتى هو زوين صراحة بجوجهم زوينين وعلى بركة الله ندازل الطريقة ديال تحضير اول حاجة لبناس غادي ناخد شئ ديال القهوة هنا عندي ملعقة غير مملوقة من القهوة سوف نحساجه ان شاء الله حكمية من القرونفل عفوا من نجمة الارض ماش القرونفل هادا النجمة هادا او ما يعرف بليانسون هادا هي النجمة البنات اللي غن نحساجه نضيف قبسة ديال ملح وسير حذön س crypto اعدنا الحزاسية من الملح اضيف ملوقة انتهم تعلمون مجبدة انتوا مقبسة الملح ما هي Europe نجمة الهواء و نجمع كل شيء بمعزول سوف نختار الماركة اليوم سوف نقوم بإنتعاش النعنع هذا يزوي يجيب الخضر نضيف الكيمياء كمياء كمياء اختيارية نضيف لديه هل أنضيف الخضر أستخدمي معجول الأسنان جيدا كي يندمج اللينا مع جميع العناصر فلأبد كمياء المكونات أضيف وشكية الأسنان سوف نأخذ فرشات الأسنان سوف تحكي بأس الناس سوف تكون لدي جوج سوف تكون لدي حمر و لون اختلف سوف نحكي بأس الناس بعد كل وجبة سوف نغلي وصفة طبيعية سوف نغلي وصفة طبيعية سوف نتحرك منذ أول استخدام سوف ندوز معكم البامبوش سوف نشاركوا معكم بامبوش اقتصادي من أبسط و أروع ما يكون سوف نستخدم الناس سوف نحصل أولا سوف نتحرك سوف نحصل لك سوف نقوم بعمل 20 درهم مغربية أو 19 و 18 درهم لكن للاسف سوف نقوم بعمل مرة أخرى و نتحرك نحن نصنعه منزليا كما قلوه من الويداس نحتاج ونشروتها حاجة ولي الله الحمد على بركة الله نحتاج أمي هدافية بالنسبة للأحشاب لبنات أول حاجة هو القرونفن المسمار المهم هو هذا المسمار القرنفل نحتاج البابونج ونحتاج كمية الزعتر بالنسبة للزعتر كما تقولون المنافع دياله السنان المنافع دياله البنات لا تعد ولا تحصى سبارك الله كثيرة بزع فهو كيبيضهم كيطهر الفم كيطهر اللتة كتبقاش تصليك بالدم الزعتر منافع دياله غنية عن تعريفه كثيرة ومتعددون صحقية متسبعة كتشوفية تبحث على المنافع ديال الزعتر بالتدقيق منافع دياله للأسنان أو للتبييد كيما كنقولون العلاج تسبوغة ديال الأسنان وتبييد الأسنان كثيرة ما شاء الله من غير انه مفيد مثلا لبشرة ديال الوجاة ديال الجسم ولكن زوين بزف بزف الأسنان يعني اكتر حاجة كتعجبني نفس الزعتر مطبيط حال كنديروه في البيتزا في شهيوات في الأوكلات ولكن فضلا غصيت هذي يعني منافع دياله ما شغي زوين والحمد لله بزف زف في بزف المنافع فقلنا الزعتر قلنا البابونج قلنا كمية من القرنفل أو ما يعرف بالمسماء وعلى بركة الله نحتاج واحد قبيصة ديال الملحة والناس لا يقولون يشمن ملح رغي الملح العادي ممكن تديري الملحة الحية كمية ديال البابونج وغنحسب خمسة ديال الحبات ديال القرنفل وغادي ندير الزعتر خلطوا كل شيء جيدا اشتراك رجل وماذا الملحة توقع في termo من الصوت ثم الزعت تمام نصير طمس بعد الزعت ساعة قليلة ساعة ساعة وضعه في قرعه وضعه في قرعه وضعه في قرعه طريقة بخصوص الغسول ضيق الوقت تنظر وضعه في قرعه اقتصاد اقتصاد اعجبكم احتى الوصفة يلقى سامي لزوينا وكاجخاتر اعني غالي ما بغتش يتجربها اتدعمونا بلايك حاولوا تكترون اللايكات عافاكم اشتركوا السوق ماشين فعلوا زي الجرس اخدهوا لنا الاقتراحات الاستفسارات شنو تبغيون ان شاء الله تشوفو في الفيديوهات الماجية وغروبي زوليكم والنتلقى معكم في وصفات قريبة ان شاء الله الى الليكات